في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من أوضاع اجتماعية وسياسية تحتم توفير تأمين صحي شامل يؤمن العلاج للمجتمع خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة تحت مظلة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع القنصلية البريطانية العامة وقدت ورشة نقاش بعنوان خارطة الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتحليل الاكتواري لتكلفة خدمات التأمين الصحي الشامل يعني ورشة عمل اليوم هي ورشة متخصصة في عمل دراسة حول التغطية الصحية الشاملة أي إعمال التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين الفلسطينيين وتبعات هذا الموضوع من الناحية المالية على الدولة وعلى المواطن طبعا الهدف الأسمى هو أن يكون هناك تأمين صحي شامل غير مكلف للمواطن ولكن له القدرة على الاستدامة ورغم توفير الحكومة تأمين صحي تغطي اشتراكات المواطنين جزءا من تكلفته إلا أن هناك مطالبات بتطويره ليكون شاملا يغطي جميع التكاليف العلاجية لكافة أفراد المجتمع كحق لهم يعني هاي الورشي هي لمراجعة ومناقشة دراسة الاكتوارية التي وضعت لغيات وضع نظام تأمين صحي شامل لكافة المواطنين يقدم لهم خدمات التأمين الصحي الشاملة والأسس التي يجب أن يبنى عليها أي نظام تأمين صحي في هذا الخصوص ولا يسيما الاعتماد على المبادئ الحقوقي الحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساواة الحق في الصحة على وجه التحديد وتكمل أهمية الدراسة في فحص المخاطر وتكلفة التأمين الصحي الشامل بطريقة إحصائية مهنية عالية تسهل عملية تطبيقه اشتركوا في القناة